شهدت سينما المنصور بالعاصمة بغداد عرض فيلم عراقيون وفلسطين من إنتاج الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين وبرعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبحضور رسمي وشعبي عراقي وشخصيات وطنية فلسطينية الفيلم قدم رؤية تاريخية وثائقية عن مشاركة الجيش العراقي في الدفاع عن فلسطين خلال العام الف وتسع مائة وثمانية واربعين ويسلط الضوء على البطولات والتضحيات الكبيرة التي قدمها الجنود العراقيون في سبيل حماية الفلسطينيين والقرى العربية من الاعتداءات والتهجير ويجمع الفيلم بين مقابلات مع شخصيات أكاديمية وشهود عيان وزيارات للمواقع الاصلية للأحداث هذا الفيديو هو يصور طبيعة أو دور العراق العسكري خصوصا في فلسطين وخصوصا عام الف وتسعمائة وثمانة واربعين هذا الدور للجيش العراقي حفظ جزء من بلاد فلسطين من الوقوع في براثن الكيان الصهيوني منطقة جنين استعادها الجيش العراقي وهناك ما زالت إلى الآن قبور الشهداء للجيش العراقي موجودة في جنين وموجودة في قلقيليا وتول كريم وأنا زرتها بنفسي لذلك هي نوع من أنواع التعبير والربط كما هو مشاهد ما بين العراق وما بين فلسطين هذا المهرجان اليوم الملتقى هذا هو لعرض فيلم وثائقي يجسد المؤثر المواقف البطولية المواقف التاريخية لأبطالنا في العراق من شهدائنا الذين ذهبوا في فداء أرض فلسطين والقدس 1948-1973 وما تلتها من مواقف وإلى يومنا هذا والعراق معروف بالتاريخ يعني أن يقف دائما يقف مع قضايا الأمة المصرية مع قضاياها الكبرى ومن أعظم هذه القضايا هي القدس يعني التضحيات التي قدمت الجيش العراقي لا زالت مقابرة جيش العراقي موجودة في فلسطين في مدينة جنين دور الجيش العراقي كان واضح وكان قوي واستطاع مقاتلين الأبطال من الصمود وقهر الأصابات الإسرائيلية أكيد نحن كقوات مسلحة وجيش العراقي نفتخر بأن يكون لدينا آباء وأجداد مؤسسين في الجيش العراقي كانت قضيتهم هي فلسطين وأيضا كمؤسسات عسكري وأممية وقوات مسلحة نعتبر فلسطين حقيقة هي بالدرجة الأولى لدينا وليس هناك فرق ما بين الشعب العراقي والشعب الفلسطيني